يواصل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين الإقبال بشكل لافت على أخذ اللقاح المجاني المضاد لفيروس كورونا بشكل اختياري الأمر الذي يؤكد الوعي الذي يتسم به المجتمع البحريني وسلاسة الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية في إطار الخطة الوطنية لكبح جماح انتشار فيروس كورونا يواصل أبناء المجتمع البحريني والمقيمون تلاقيهم اللقاح المجاني المضاد لفيروس كورونا وبشكل اختياري إضافة إلى اتباعهم كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية التي وضعت من أجل سلامتهم الوعي المجتمعي الذي يتمتع به أبناء الوطن كان حاضرا في مواجهة هذه الأخطار والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات الحمد لله هنا الأقبال كبير في مركز سوف انجينير خاصة وبدأنا في الإجازة مولادة له العيد الوطني فكنا ننظم ونفتح الغرف عشان نستقبلهم وكنا نوعيهم وعدنا بعد بروشرات نوعيهم عشان يزيد الأقبال على مركز نفسه حق التطعيم نحن هنا في مركز سوف انجينير من الساعة 8 الصبح لثمان في الليل متواصل قاعدين نستقبل المواطنين والمقيمين عشان نعطيهم اللقاح حماية طبعا إليهم ومفروض هذا يكون واجب وطني أن الكل ياخد التطعيم أنا راجل من كبار السن وهذا طبعا كان يدي تعتبر هذية لي ولجميع فئات الشعب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على ما قدمتهم مملكة البحرين لهم بتقديم هذا العطاء الكبير مجانا لكافة المواطنين والمقيمين وهذه برقة أمل وهذه كتر خير لحكومة أن أهدتنا هذا الراكسين في دول ما حصلوا لا شيء المتلقين للقاح أكدوا أن تلقي اللقاح جاء من أجل دعمهم لكل الكوادر الوطنية الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص تحقيقا لكل الأهداف المنشودة لعودة الحياة لطبيعتها أخذت التطعيم والكل لازم يأخذ التطعيم لأننا قاعد عندنا صفوف أمامية تحارب هذا الفيروس وإحنا جزء من هذا المجتمع وإحنا نساعدهم وإحنا وياهم في هذا الحرب ضد هذا الفيروس أخذت التطعيم كوقاية للمجتمع ولأولادنا ولجميع كانت الإجراءات جدا سليسة أخذنا من الموقع موعد بعدها اتصلوا فينا وجاني مسج واتصال صراحة وجيت خلال عشر دقائق انتهت كل شيء فهموني وعطوني التطعيم هذه الحملة الوطنية للتطعيم ستساهم في حماية صحة وسلامة الجميع والسير باتجاه الأهداف المنشودة للحد من انتشار كوفيد-19 كما ستحقق أعلى درجات الأمن الصحي بمملكة البحرين ورفع معدلات المناعة المجتمعية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات هذا الإقبال الشديد على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاء تتويجا لعطاء فريق البحرين المستمر وعلى مدى حرصهم الشديد على خروج مملكة البحرين من هذه المحنة العالمية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين